بسم الله الرحمن الرحيم رؤية لرئيس اليمن السابق عبد ربه منصور هادي رؤية لهادي وهو تولى بعد علي عبدالله صالح رؤية يحكيها صحفي يمني وهو الأستاذ محمد مصطفى العمراني وحكاها في مقال كتبوا في مجلة الأمناء نت تمام وعنوان المقال كان قصتي ذا كلام الصحفي قصتي مع الشيخ الزنداني والرئيس السابق هادي الذي شربنا القهوة بالجزمة فأنا قرأت المقال فلفت نظري الرؤية فنقلتها وأنا ناقل ولا أقصد إهانة أحد ما احترامي للشعب اليمني كله فقد عشت فترة طويلة يعني سعيدة في وسطهم جزاهم الله خير وفرج الله عن الشعب اليمني وعن جميع شعوب الأمة الإسلامية واحترامنا للجميع بارك الله فيهم وجزاهم الله خير فبيحكي الصحفي أنه في سنة 2009 كلام ده معناه كان لسه علي عبدالله صالح رئيسا لليمن وكان عبد الرب منصور هادي كان نائبا لعلى عبدالله صالح ولم يتولى بعد لأنه هو تولى بعد قيام الثورة ثورة فبراير في اليمن في 2011 وأصبح عبد ربه منصور رئيسا لليمن بعدها بعد 2011 وبعدين الآن ميشي المهم فبيحكي محمد مصطفى العمراني تلك الرؤية بيقول بأن في 2009 حكى له أحد الشيوخ ولم يذكر اسمه بأنه رأى في المنام عبد ربه منصور في 2009 وهو لسه نائب يسقي الناس القهوة بالجزمة فقال يعني فما أولتها أو إيه تعبيرها قال دا معناه أنه سيتولى على اليمن وسيكون سببا في إذلال الناس لأنه يعني بمساعدة آخرين بالقهوة فيها مرارة وكنها في الجزمة وهي أيضا كأنها بمساعدة بعض العرب لأنها قهوة مشهورة قهوة عربية وكنوا يسقيها للناس في الجزمة فقال يعني معناه أنه يتولى وفعلا تولى وقع نوع من التعب للشعب اليمني والتشريد والمشاكل التي يعرفها كل من يعرف أحوال اليمن واليمنيين فرج الله عنا وعنهم وعن جميع المسلمين والمقال أو رابط المقال أسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته